موسيقى السابع من آب ألفين وواحد تاريخ بات رمزا لقمع وتوقفات وضرب شباب لبنانيين يتقدمهم التيار الوطني الحر على يد أدوات النظام السوري في ذاك العهد على خلفية المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال حرية سيادة استقلال يعود الناشط آنذاك زياد أسود بالذاكرة القريبة إلى هذا اليوم الذي كان أحد أبرز مدبريه ويقلب صفحات من نضال الطيار أمام قصر العدل كاشفا عن الضرب المبرح الذي تعرض له شأنه شأن عدد من العونيين وعن خمسة أيام أمضاها في الزنزانة مع أكثر من أربعين موقوفا بتذكر في الضابط ما كنت ما رح سمي اسمه كان رفيق هلأ بمركز المسئولية بتذكر أنه كان واقف بالميلة الثانية وعم بيدل بيأصبعوا وبيعمل لون هيك أنا شايفه كنت على الرصيف مع الشباب شفت في شي هجمة من عشرة أو 11 عسكري مدني باتجاه عرفت أنه خلص وقعت الواقعة هلأ نحن أولا جزين أبضايات يعني منحموا الخبيط ونخبيط وصحبوني على الأرض تحت الجسر القالي كان فيه سيارة جيب جاهز لسحبنا كان وجي على الأرض السيارة واللبيط من فوق على الجمجمة ليلة لتوقفت نزلوني من المخابرات على المحكمة العسكرية على السجن لما نمت ما عرفت حد مين نايم بس وقيت عبكرة لقيت جبران بيسيل ضهري على ضهره كنا نايمين هيك وأنا بتذكر مدوني على التحقيق وعناي مغمضة بغرفة صغيرة بوزارة الدفاع تحت الأرض على الغسالة هذا الجرح وعد اليوم ليفتح عضواني يمثلان التيار الوطني الحر في المجلس البلدي لمدينة بيروت تقدما باقتراح إطلاق اسم ساحة السابع من آب على مستديرة العدلية فكان لهما ما أرادا سابع أب هو حقبة من تاريخ لبناء لنقول حبينا أنه نخلد التاريخ ونسجل أنه بسبعة أب صار فيه نكسة يمكن لازم ناس يعرفوا أنه ما لازم تتكرر لهذا لهذا نحن أخذنا قرار كمجلس بلدي نسمى الساحة أم المستديرة سبعة أولا هو هذا الحدث بالعدلية تسعة أب وبعتقد البلدية بمعزل عن خلفية هذا الموضوع القرار متأخر وأنه بالآخر قد ما رحت لبرة وتعاملت مع دول وسفرات بالآخر بدك ترجع تحط ساحة العدلية لأنه بتشرفك بتشرف ولادك بتشرف مستقبلك نجح العونيون في إثبات أن ما دع حق وراءه مطالب والدليل أن العدلية صارت عونية دارين دعبوس قناة الجديد